شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلى على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين هناك أربع وظائف ملقات علينا وبالذات الطبقة المثقفة الوظيفة الأولى فهم الدين ما هو الدين الدين عبارة عن أربع منظومات المنظومة الأولى المنظومة العقائدية تليها في الرتبة المنظومة الثانية وهي المنظومة الأحكامية تليها في الرتبة الثالثة المنظومة الثالثة وهي المنظومة الأخلاقية تليها في الرتبة المنظومة الرابعة وهي المنظومة الأدابية الفرق فيما بين الأداب والأخلاق أن الأخلاق عبارة عن ملكات باطنية تنبعث منها الأفعال والأداب عبارة عبارة عن هذه المنظومات الأربع منظومة الأربع منظومة العقائد ليتفقه في الدين 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 له هذا المعنى العريق ما هي فائدة التفقه في الدين له فوائد ومن جملة هذه الفوائد ومن جملة هذه الفوائد أن فهم الدين يمثل وقاية من الانحراف ومن الظلال هناك في الأحاديث على ما أتذكر أنه ينبغي لكل مؤمن بهذا المضمون أن يضع له يوما للتفقه في الدين أيام الجمعة كأنه في الرواية أكو يوم الجمعة واحد يضع برنامج للتفقه في الدين لفهم العقائد العم حفظه الله كان يقول جاءت هناك موجة شيوعية في العراق لعلكم لا تتذكرون ولكن سمعتم من الآباء ومن الكبار في العمر جاءت موجة شيوعية في العراق جرف كثير من الشباب الشباب اللي ما كان عدهم تفقه في الدين جرفهم التيار لماذا في الأحاديث إن نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل ليش؟ لأن العالم يقف على أرضية وقاعدة متينة الجاهل باني بيت على مجموعة من الرمال المتحركة أقل شيء وإذا بهذا البناء ينهار نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل الجاهل تأتي هناك شبهة واحدة وإذا بهت تجرفه بعيدا بينما العالم صلب لا يحركه شيء من العواصف فإلعام حفظه الله يقول قلت لوالدي يعني المرحوم الجد ماذا أتحدث مع الشباب نقعد وياهم عندنا هيئات دينية ماذا نتحدث فقال الجد أفضل شيء أن تتحدث حول العقيدة لأنه الشاب إذا عقيدة كانت عقيدة ثابتة لا تخاف على هذا الشاب حتى إذا تلقوه في عمق الحضارة الغربية عدنا الآن مجموعة من الشباب بعض الشباب كما نقل لي في عمق الحضارة الغربية ولكن عقيدتهم عقيدة ثابتة في تلك البلاد لا يتركون نافلة الليل لا ينظرون إلى امرأة أجنبية في تلك البلاد هذا لأن عقيدة عقيدة ثابتة إذن الوظيفة الأولى هي فهم الدين بمنظوماته الأربع خلوا لكم إن شاء الله برنامج في كل أسبوع أو في كل يوم لفهم الدين فهم العقائد وفهم الأحكام وفهم الأخلاق وفهم الأداب فهما أكبر وأعماق هذه هي الوظيفة الأولى الوظيفة الثانية لنا جميعا وبالذات للطبق المثقف تطبيق الدين أين يطبق الدين في مجالات أربع المجال الأول المجال الشخصي المجال الثاني المجال العائلي المجال الثالث المجال الاجتماعي المجال الرابع المجال السياسي تطبيق الدين ما هي فائدة تطبيق الدين الله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنك بعض الأفراد يظنون أن الدين للآخرة فقط الدين يأمن لنا آخرتنا الدين يؤمن الآخرة وهي الحياة الحقيقية ويؤمن الدنيا أيضا الآن هذا البحث الساخن في العراق حول قضية الدستور وأنه مصدر الدستور يجب أن يكون ماذا الحقيقة القرآن الكريم وسنة أهل البيت صلوات الله عليهم يجب أن تكون المصدر الوحيد للقانون هذا فيه ضمانة الدنيا والآخرة أنا أذكر لكم نموذجين النموذج الأول أمير المؤمنين صلوات الله عليه أول حكومة إسلامية حقيقية حكمة العراق حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمير المؤمنين في ظل حكومته اللي كانت تشمل أكثر من خمسين دولة وفق خارطة اليوم ما كان فيها كما يقول المؤرخون فقير واحد متيق الإمام صلوات الله عليه يقول ولعل هناك بالحجاز أو اليمام يمكن في أطراف البلاد أكو هناك فقير مرة واحدة الإمام شاف شيخ يتكفف فقال ما هذا ولم يقل من هذا يعني ليش في بلادي أكو هذه الظاهرة واحد يتكفف قالوا يا أمير المؤمنين إنه شيخ نصراني كبر فتركوه طردوه فقال الإمام ما أنصفتموه وأجرى له راتبا من بيت المال هذه الظاهرة الوحيدة التي حفظها التاريخ فقير واحد أما الآن لعله في التاريخ المدون اللي عدنه أكو مرحلة ما قبل التاريخ مو مدونة أما في التاريخ المدون أقوى حضارة حكمت الكرة الأرضية من ناحية الإمكانات والقدرات والثروات الاقتصادية أقوى حضارة على مر التاريخ المدون فيما نعرف الحضارة الأمريكية الحاكمة الآن مع هذه الثروات الضخمة لاحظوا هذه الإحصائية في عام تسعة وتسعين يعني قبل حوالي خمس أعوام خمس سنوات انعقد مؤتمر باسم مؤتمر الجوع في أمريكا في هذا المؤتمر وزير الزراعة الأمريكية صرح بأنه عشرة بالمئة من الشعب الأمريكي يعانون الجوع يعني كم مليون إذا الآن في أمريكا إذا مئتين مليون عشرين مليون إذا تلثمائة مليون ثلاثين مليون كثير من الأفراد ينامون في الشوارع مأوى معد هاي في ظل أقوى حضارة شهدها التاريخ المدوى إحنا عندما نقول الإسلام يجب أن يكون المصدر الوحيد للدستور هذا أثر فقير واحد فقط شهدته حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقضية عقيل هاي إشارة عابرة عقيل كان كريما كل ما كان عنده كان ينفق ولذلك جاء يطلب من الإمام وإلا عقيل ما كان فقير بني هاشم كانوا كرماء واحد منهم عقيل كل ما عنده كان ينفق مو أنه كان فقير نموذج ثاني بند واحد في عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمالك الأشتار لاحظوا عهد الإمام لمالك الأشتار بند واحد بعد 1400 عام تقريبا طبقته دولة محطمة مهشمة هذا البند بعد 1400 عام تقريبا خرجت هذه الدولة من الحرب العالمية الثانية محطمة مهشمة مهدودة القوى طبقت هذا السطر الواحد من عهد أمير المؤمنين وهي الدولة اليابان وإذا بالاقتصاد الياباني ينافس الاقتصاد الأمريكي حتى قال الرئيس الأمريكي قبل فترة طويل ما نظرت في البيت الأبيض يمينا وشمالا إلا وجدت البضائع اليابانية والمنتجات اليابانية سطر واحد في عهد الإمام لمالك الأشتار حين والله مصر لاحظوا أن الإمام يقول أن التجار كيف يكون وموقف الدولة تجاه التجار كيف يكون سطر واحد فإذن الوظيفة الثانية التطبيق الدين في المجال الشخصي في المجال العائلي في المجال الاجتماعي في المجال السياسي في المجال الاقتصادي هذه وظيفة من؟ الدعوة إلى هذا وظيفتكم ووظيفتنا أنتم المثقفون إذن الوظيفة الأولى فهم الدين الوظيفة الثانية تطبيق الدين الوظيفة الثالثة والرابعة فهم الحياة وإدارة الحياة الله تعالى جعل الحياة مبنية على قاعدة العلال والمعلولات والمقدمات والنتائج والأسباب والمسببات إذا أم ما فهمت الحياة فهم الحياة عملية معقدة عندما تريدون أن تتخذوا موقف الآن ما هو الموقف الذي تتخذونه تجاه هذه الأحداث التي تحدث هل تردون بالمثل أو لا تردون بالمثل فهم الحياة قضية معقدة جدا وتحتاج إلى مطالعة وتحتاج إلى باحث وتحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى التفكر الأمة التي لا تفهم الحياة تسقط الوظيفة الثالثة فهم الحياة في هذه الدنيا المعقدة المتشابكة المتداخلة الحياة جدا معقدة الخطأ الخطأ الواحد الذي ترتكب يمكن ينعكس على هذه الأمة إلى ثمانين عام خطأ واحد ارتكب في العراق قبل ثمانين عام تقريبا وعلى أثر ذلك الخطأ الآن لماذا وجد ذلك الخطأ ما علينا بتحليل العوامل ولكن ذلك الخطأ كان أثر أن الأمة أن المؤمنين تورطوا ثمانين عام يعني القضية قضية معقدة وذات آثار عميقة ممتدة في التاريخ فهم الحياة ثالثا وإدارة الحياة الرابعة إدارة الحياة إذا أنتم المتدينين وأمثالكم ما أدار الحياة هل يظل هناك فراغ لا الآخرون يأتون ويديرون الحياة أنقل لكم هذه القضية أحد الإخوة المؤمنين في أيام البعث ذهب إلى العراق من أحدى البلاد المجاورة يقول دخلنا منطقة المنطقة الكردية ذاك الوقت المنطقة الكردية كانت بعيدة عن نفوذ البعثيين يقول مررنا فرأينا هناك مقر مكتوب علي مقر الحزب الشيوعي ورأينا هذه المرأة التي هناك موجودة وتنتمي إلى الحزب الشيوعي هذه جارتنا كانت في منطقتنا وهذه مرأة شريفة كانت من عائلة شريفة من عائلة متدينة أنا أنا أروح أتكلم إياه يقول ذهب ثم عاد إلينا قلنا ماذا حدث قال أنا رحت قلت لها فلان كان لها اسم الأسماء الدينية وفرضوا خديجة مثلا خديجة قالت أنا بعد مو خديجة غيرت اسمها إلى اسم الأسماء الكافر قلت لها فلان انتي مكان ش مو هنان انتي من عائلة شريفة متدينة من اللي جابش الهنان فقالت لي كلمة واحدة قالت انتو المتدينين ما اجيتون الآخرون جاؤونا وأخذونا الشاب انتو الآن تعيشون في الجامعات أو الكليات الشباب عندهم فراخ من الذي يملأ هذا الفراخ من يملأ الشاب يحتاج إلى عمل انتو تعطونا عمل أو لا تعطونا عمل كم عاطل الآن أكو في بلادنا الفرد العاطل البطال من فذ من منافذ الشيطان الشيطان شلون ينفذ احدى المنافذ البطال من يشغل هؤلاء الشباب إذا انتو المتدينين ما شغلتوا الشباب الآخرين يشغلوهم ويخذوهم الشاب يحتاج إلى زواج في الأحاديث أكو أن الشاب إذا تزوج عج شيطان وقال يا ويلتاح عصم مني ثلث دينه أو نحو هذا المضمون ثلث نصف ثلثين الشاب اللي ما متزوج إلا إذا يكون إيمان قوي أكو هناك شباب إيمانهم قوي جدا قلت لكم حتى في بلاد الغرب لا ينظر إلى فتاة أجنبية حتى إلى قرص الوجه لا ينظر أكو هالشكل شباب ولكن مو كل شاب يتمكن أن يحفظ إيمانه من الذي يزوج هؤلاء الشباب انتو الشاب يحتاج إلى عمل يحتاج إلى زواج يحتاج إلى بيت يحتاج إلى ثقافة من الذي يعطي الثقافة للشباب يحتاج إلى مجلة يحتاج إلى جريدة يحتاج إلى نادي رياضي يحتاج إلى كل شي الشاب عندما يفتح عينه صباحا إلى أن يغمض عينه ليلة لازم أنتو المتدينين وإحنا المتدينين نملأ فراغه إذا ما ملأنا فراغه يكون والعياذ بالله طعمة للشيطان وللقوى الشيطانية هل بإمكانكم أن تفعلوا مثل هذه الأعمال نعم بإذن الله شكلوا لجنة علماء الحضارة يقولون إحدى النقاط المهمة في قوة أي أمة وأي حضارة اللجان الموجودة في تلك الأمة شكلوا لجنة لتزويج العازبين ثلاثة أربعة منكم لجنة هذه اللجنة مثل البذرة التي تضعونها في التربة الله تعالى يسخر قوى الكون لأجل هذه البذرة الضعيفة البذرة عندما كانت على جانب أي قوة ما كانت تتفاعل وياها ولكن عندما وقعت هذه البذرة في خط الإنتاج وخط النمو الله يسخر الرياح والأملاح والتربة والنور والحرارة والشامس وبقية القوى لخدمة هذه النبتة البذرة الضعيفة وإذا بهذه البذرة الضعيفة تتحول إلى شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء أنت أيضا كذلك إذا شكلت لجنة لجنة للزواج لجنة للعمل لجنة للثقافة لجنة لكذا شوفوا ما هي الفراغات الموجودة حاولوا أن تملأوا هذه الفراغات الله تعالى يعينكم ويؤيدكم هذه وظائفة أربع فهم الدين تطبيق الدين فهم الحياة إدارة الحياة إن شاء الله في قوم عش آل محمد صلى الله عليه وآله وفي مشهد بلد الإمام الرضا صلى الله عليه إن شاء الله تأخذون من الإمام الرضا ومن كريمة أهل البيت جميع حاجاتكم الحاجات الحاجات الدنيوية الحاجات الاجتماعية الحاجات الشخصية الحاجات العام وأهم شيئين إن شاء الله تدعون لهما في قوم ومشهد حاجتان مهمتان الحاجة الأولى حسن العاقب هاي كلش مهم كان واحد في حرم الإمام الرضا في مشهد يقول كنت أدعو شفت واحد عندي دا يدعو في حالة تضرع يقول فجئت إليه وقلت له إذا الآن يقولوا لك عندك دعوة واحدة مستجابة شنو تدعو قال فكر وقال حسن العاقب هذا أهم شيئين يقول ذهبت إلى ثاني وثالث نفس الجواب أدعو أولا إن شاء الله بحسن العاقب والحاجة الثانية المهمة جدا تعجيل الفرج لولي الأمر صلوات الله وسلامه عليه هذه المشكلات التي عندنا هذه كلها إن شاء الله تحل بظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرج مو إحنا فقط ننتظر الإمام المهدي صلوات الله عليه وإنما العالم كل يبحث عن هذا المنقذ وعن هذا المنجي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له الفرج وأن يجعلنا من أعوانه وأنصاره وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب بكل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالو مضات تنفقه تنفقه تنفقه